في ضوء مستجدات الموقف بأوكرانيا أعلنت مصر أنها تتابع بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك لمتابعة تطورات الوضع وعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أعلنت تشكيل غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجدة فيها المصريين وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه يتم التواصل مع الوزارات المعنية حول الحلول البديلة للطلبة بما يضمن حفاظ على حياتهم أولا وتوجيههم للبعد عن المناطق الخطرة وأكدت الوزيرة أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج وفي إطار التوجهات بالتواصل المستمر مع الجالية المصرية في أوكرانيا للتعرف على متطلباتهم في هذه المرحلة الراهنة والعمل على تلبيتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية مستمر مع الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف على متطلباتهم في المرحلة الحالية ترجمة نانسي قنقر